نتواجد الآن في متحف اللوفر وننظر إلى الجزء العلوي من أحد الأعمالة والتاج الخاص به الذي يتكون من رأسي الثور هذه زخرفة غريبة بالنسبة لي لأنها مختلفة عن جميع التيجان التي تشاهدها في الفنون المصرية واليونانية القديمة وتعود لفترة زمنية بدأت فيها اليونام بإنتاج أشهر المظاهر العمرانية وفي العام 500 قبل الميلاد تقريبا وجد هذا التاج في المنطقة التي تسمى إيران الآن إنها الإمبراطورية الأخمينية وقد حكمت مناطق واسعة جدا من حوض البحر الأبيض المتوسط في الشرق الأدنى لقد حاولوا السيطرة على بلاد اليونان القديمة لكن اليونان نجحوا في صدهم وكان هذا مفاجئا وبالنظر إلى هذا التاج ذو الثيران بسبب ضخامة حجمه وكونه واحد من عدد كبير من التيجان يمكننا توقع حجم العمارة الملكية لهذه السلالة الحاكمة وقوة الفرس لابد أن هذا كان مخيفا بالنسبة لليونانيين القدماء كان هذا التاج واحدا من ستة وثلاثين تاجا وضعت أعلى أعملة هائلة الحجم في قاعة الجمهور في قصر أبادانا وجد هذا في مدينة شوشان القديمة ومصدر هذا التاج هو أحد القصرين الرئيسيين الذين بناهما الملك الفارسي دارا انظر إلى حجم هذه الثيران فطول لا يساوي ارتفاعها على الرغم من أنها منحنية تخيل وجود هذا التاج داخل قاعة ذات أعمدة كبرى أو أعمدة عادية إنها تبدو كغابة من الأعمدة وفي هذه القاعة يستقبل ملك ضيوفة إذن فهذا تعبير عن القوة داخل مجمع القصر الذي تم بنائه باستخدام مواد قيمة تم إحضارها من جميع أنحاء إمبراطورية الملك دارا الأشكال الدائرية الضخمة التي تذكرنا بنظام العمارة الأيونية في اليونان القديمة هي طبقة انتقالية فأسفلها يوجد تاج إضافي وأسفل هذا التاج توجد أسطوانة العمود ذاته وقاعدة له وضعت الثيران على ارتفاع كبير وربما تم إضاءتها بشكل خافت أكثر مما نراه الآن يمكن رؤية طريقة وسط الثيران لتكون شكل واحد يوجد فيه رأسين مزدوجين وكذلك الجزء الأمامي من الجسم وفي الفجوة الموجودة في ظهريبة توجد عالضات سقف القصر لقد دعمت هذه التيجان سقفا خشبيا مرتفعا جدا ربما يبلغ طوله أربعين أو خمسين أو ستين قدما تبدو الثيران كما لو أنها جاثية لكنها ترتفع للأعلى لذلك أعتقد أن أي شخص دخل هذه القاعة قد شعر بأنه صغير الحجم أحد الأسباب هو وجود أحجام ضخمة أعلى كل عمود إسطواني مما يظهر الحجم أما النقطة الأخرى هي أن هذه الأعمدة منحوتة من الصخر الذي لا بد أنه تم استيراده من الجبال المحيطة بينما تم سنع معظم الأجزاء الأخرى للقصر من الحجارة الطينية التي تم خبزها إذن فقد كانت ضخامة كثافة هذه الحجارة مثيرة للإعجاب أحد الأمور التي تلاحظها على الفور عند نظر إلى هذا التاج هو أنه يبدو كأنه يتكون من لونين مختلفين من الحجارة وهذا لأن ما ننظر إليه هو تركيبة رممها علماء الآثار من عدد من التيجان المختلفة على الرغم من أن الثيران ذاتها هي أجزاء تم تجميعها لا زالت تظهر بعض الدلائل على ذلك مثلاً أنظر إلى نمط تموجات الفراء يمكن رؤية هذا خاصة على منطقة الصدر وفي تفاصيل الأذنين والقرون والعينين هذه مخلوقات معبرة لكنها مخيفة وتم صنع كل شيء في هذا القصر بحيث يكون مثيراً للإعجاب بقيت بعض الحجارة المزججرة من القصر وهناك صور لحيوان الفتخاء الأسطوري وطائر العنقاء والحراس كما أن الحراس مثيرون للاهتبام فهم يحملون رماحاً وأقواساً على أكتافهم ويمكن رؤية كنانة استهام الخاصة بهم على ظهورهم تم استخدام عدد كبير من الصور التي تعبر عن القوة في الطريق المؤدي إلى قاعة الجمهور عبر عدد كبير من الأعمدة وقبيل وصول الضيوف إلى الملك يثير ما رأوه إعجابهم وكذلك تظهر القوة التي سيطرت على أجزاء كبيرة من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر